تحياتي دائما الناس بتسألوا بتحكي شو كان هيصير في كرة القدم لو ماردونا ما راح عنابولي لو ماردونا كمل مع برشلونة شو كان هيصير في نابولي أساسا كمدينة وكنادي كرة قدم لو دياغو ما راح عليهم صحيح ماردونا عاش الفترة الذهبية في نابولي لما تشكل الثلاثي التاريخي ماجيكا ماردونا كاريكا وجيوردانو هذول الثلاثي كانوا مميزين لكن فعليا لو لماردونا ما كان هيكون في نابولي اللي بنعرفه اليوم وبالأساس لما ندخل بالتفاصيل نكتشف أن مارادونا لما اختار نابولي عمل مغامرة كبرى نتكلم عن فريق قبلها بموسم كان مهدد بالهبوط ونجي بفارق نقطة واحدة بس واعترف مارادونا أنه انتقل لنابولي لأنه شاف شوارعها بتشبه شوارع أمريكا الجنوبية شاف طبيعتها الشعبية بتشبه الطبيعة الشعبية اللي هو حبها وعاشها فكان يذكر نفسه هو الغير كان يشوف الطفل اللي جواته في تلك المدينة ومارادونا لما جاء لنابولي قال كلمات شهيرة أريد أطفال نابولي أن يعشقوني لأنهم يذكرونني بنفسي بس بصراحة فيه سبب ثاني مهم جدا وهو السبب قصتنا اليوم السبب الثاني مارادونا لما كان عم بيترك برشلونا ما إجاء لقل له عرض واحد بس من نادي نابولي في إيطاليا الأندي الغنية كانت كلها محة لعبينها المميزين يوفنتوس كان معه بلاتيني انتر كان معه رومينيجا فيرنتينا كان عم بيشتري سقراطس البرازيلي الشهير وروما كان عنده البرازيلي فالكاو ومارادونا بيقول لم أكن أعرف أين سأذهب لكن نابولي الفريق الوحيد اللي قدم لي عرض بس كل هذه القصة وكل هذه المقدمات ما كنا حنحكيها لو لا موضوع قصة اليوم موضوع معركة مارادونا في أرض الملعب بعد نهائي كأس الملك المعركة اللي قادها مارادونا في 5 مايو 1984 في ملعب سنتياغو برنابيو بعد خسارة نهائي الكأس مع بلباو وقتها كانت لسه قصة كتالونيا الباسك مدريد والملكية لسه حميانة في إسبانيا فجألك كتالوني مع باسكي على أرض مدريدية كل العمق ومشاكلهم السياسية في 90 دقيقة وفي الحقيقة القصة ما بلشت في تلك المباراة بل بلشت قبلها تقريبا بسنة في الماضي كان اللعب المهاري اللي بيراوض يقافوا كثير سهل اضنهم اللاعبين الآخرين يضربوا ويعملوا عليه فولات الحكام ما كان يحموا اللاعبين زي الآن وأول ما وصل مارادونا على إسبانيا بلشوا الإسبان في ضرب لأنهم شافوا مستحيل يوقفوا مهارته إلا بالضرب والحكام بيقولك هذه لعبة الرجال وقف ولعب وبسنة 83 تواجه برشلونة بلباو في الدوري أخذ مارادونا الكرة إجا بده ينطلق دخل عليه لعب اسمه هذا اللاعب كان يعرف في إسبانيا باسم جزار بلباو أو جزار الباسك دخوله كان عنيف جدا وهو أصلا ملقب بالجزار لأنه تدخلاته عنيفة جدا لمستوى أنه صحيفة التايمز بسنة 2007 اختارته كأكثر لاعب قسوة في تاريخ كورة القدم وانتبهوا أنه الإعلام كان لما يسميه الجزار ما كان عم بينتقده كان عم بيشوف فيه لعبة كويس عشان هيك بقول لعبة الزمان الآن في ألف نعمة زمان اللعيب العنيفين كانوا الناس يدعموهم بالإعلام نرجع لتدخل العنيف اللي قام في جيو كوتشا ماردونا لو ترجعوا لما قبل 83 كان دائما ينضرب بس كان دائما يوقف ويكمل بس بعد هذه الضربة أصيب لفترة طويلة ولولا استعانته بمعالج خاص لكان ماردونا غاب فترة أطول وأطول وبروي ماردونا عن هذه اللقطة بيقول قبل المباراة كنت عم بزور طفل مصاب بمستشفى فقال لي دير بالك لعيمة بلباو حيحاول يضربوك كثير قال ما أخدت الموضوع على محمل الجد أني متحوض عن ضرب لكن ما كنت بتوقع أنه تلك المباراة اتعطني فترة طويلة عن اللعب فلما أعيدت المباراة في نهاء الكأس وكان موجود الملك إخوان كارلوس الراحل وأيضا المباراة في مدريد وبين برشلونة وبلباو كان كل الكلام دائما عن صراع جيكوتشيا ماردونا ودخل بلباو بنفس الاستراتيجية خطة أغربو ماردونا ونجح بالنهاية يفوز بهدف مقابل لا شيء على برشلونة ويأخذ الكأس ويقض المدريديين من إحراج الكتالونيين لأنهم مستعدين كانوا يتحملوا إحراج الباسكيين لأنه كانوا حيتتوج برشلونة بلقب في أرض مدريد أمام ملك إسبانيا ووقته كانت لسه جديد برشلونة ومدريد عم بيطلعوا من جو الحكم العسكري السابق للجنرال فرانكو للعلم مدرب بلباو اللي هزم برشلونة في تلك المباراة واللي كان موافق على ضرب ماردونا هو المدرب الإسباني الشهير خافيار كليمنتي مرة ثانية مضطر نعمل فلاشباك عشان نكمل القصة ونفهم شو صار بعد الخسارة وليش صار هيك برشلونة بالأساس في تلك الفترة ما كان النادي اللي برحب كثير باللاعبين اللاتينيين وما عنده كثير منهم كان جايب مثلا شوستر ودائما كان فيه النزعة الأوروبية في معظم الأندي الكبرى وقتها لأنه كان عدد اللاتينيين المتاح قليل جدا بس برشلونة كان مؤمن بماردونا وجلبوا وجعلوا من أجل اللاعبين في العالم مع أنه جايبوا من الدور الأرجنتيني لكن الظروف ما كانت تمام إصابته من جيوكوتشيا وأيضا أصيب بالتهاب كبد خلى يغيب لي فترة أخرى عن الملاعب كل شيء ما كان ماشي تمام مع ماردونا في تلك الفترة ولازم نتذكر أنه مثلا فيه مونديال 82 خرج من دور المجموعات الثاني لأنه كان فيه دورين مجموعات أمام البرازيل وخرجوا منه وكان ماردونا عم بيمطرد أمام البرازيل في المباراة حاسمة وأساسا في تلك المباراة أمام البرازيل 82 ماردونا كان عم بيتعرض للضرب مهارة ماردونا كانت تجبر فريق السحرة الحقيقي وقتها أنهم يعملوا شوية فاولات عليه يعني لو رجعنا في الزمن ووقفنا بال84 النظرة لماردونا بتشبه شوي النظرة لبلوتلي موهوب وبحكي كثير بس يا أخي في الملعب مش ماشي معك وكل يوم بتعملنا مشكلة فكان في حالة شك تتصاعد بهذا اللاعب وأيضا برشلونة عين بعد جلب ماردونا مدرب أرجنتيني مينوتي اللي جاب كأس العالم 78 وهذا المدرب ماردونا ما كان قادر يغفر له شي كبير جدا صار أنه ما أخذوا معه على تشكيلة مونديال 78 ماردونا كان عمره 18 وقتها وبالتالي ماردونا بيشوف أنه كان ممكن يتتوجب كأس العالم من أول مسيرة الكروية فالعلاقة بين الاثنين ما كانت كثير تمام أيضا وأساسا برشلونة كان أقال مدرب محترم جدا اسمه أودو لاتيك عشان مع ماردونا ما شافوا ماردونا اشتغل معها تمام واللي ما بيعرف لاتيك هذا فاز بثلاث ألقاب أوروبية مع ثلاث أنيه مختلفة بايرام يونيخ دوري أبطال أوروبا بروسيا منشنجلات باخ كأس الاتحاد الأوروبي واللي بتسمى الدور الأوروبي الآن ومع برشلونة كان فايز برقب كأس أوروبا لأبطال الكأس وكان المدرب الوحيد وقتها اللي قدر يفوز مع ثلاث أندية مختلفة بألقاب أوروبية عشان هيك كانوا يعتبروا لاتيك من أحسن المدربين في التاريخ بس هذا المدرب أقيل لأنه برشلونة كان بده بسرعة ماردونا ينجح يعني برشلونة حافظ ضغط عمردونا الظروف الصحية مش تمام المدرب الجديد مش تمام الأداء مش تمام النتائج مش تمام كل هذا الضغط على شب صغير وفوق كل هذا اللي ضربوا وأصابوا رجع لعب ضده وغلبوا ومش بس هيك غلبوا وضربوا كمان خلال المباراة هون ماردونا فقد أحصابه تماما طلع الطفل الأرجنتيني اللي تكلمنا عنه من داخله وبلش يضرب بالجميع في أرض الملعب وضرب جيو كوتشيا ضربة كونج فو واضح إنه كان بدي خليها ضربة انتقام الناس اللي بتعمل ديكيومنترز ووتائقيات عن تلك المباراة بتقولك يعني أي حدا بيشوف مناظر العنف اللي كانت تصير ضد ماردونا أمام بلباو في زمننا الحالي على الأقل 3-4 لعيبة بلباو حيتوقفوا بل ربما الحكم ينشطب لأنه فعليا بالأخير ما أعطى إلا 3 بطاقات صفراء لما ماردونا بلش الضرب الملعب تحول لسحة قتال وجميع القنوات كانت عم تنقل المباراة في إسبانيا والمصورين والصحفيين وجدوا خبر جميل يا سلام شكرا ماردونا والله عملت لنا قصة وبلشت التصوير والصور والمقاطع تنتشر بس وقتها ما كان في سوشيال ميديا فكل النشر في نشرات الأخبار والجرائد ولأنه ماردونا كان أشهر لاعب موجود وقتها أو أكثر لاعب الناس مهتمة ومتوقعة منه شيء تم تحميله كل المشكلة بشكل طبيعي أحد مسؤولي برشلونة بيقول وأنا بتفرج على الفوضى اللي عملها قلت لا هذا ما بيكمل معنى وأيضا رئيس برشلونة القوي نونيز قال لما شفت شو سوى عرفت إنه وصلنا للحظة لازم نبيعه فيها لن نستطيع السيطرة على هذا الرجل وحتى المدرب الأرجنتيني مينوتي راح للإدارة قالهم يا أنا يا ماردونا هذا ما يضل معي والقصر الملكي في إسبانيا كان معتبر اللي عمله ماردونا إنه تمرد وإنه قلة احترام للملك شو هل هيك حكي هذا وبالتالي اتفق الجميع إنه ماردونا لازم ينبع من إدارة للاعبين لا إعلام لا ملك بس بحت فترة اعترف رئيس مارشلونة نونيز بإنه كان في سبب آخر حركه عشان يبيع لعب هو متأكد إنه مهوب بقولك الشرطة صارت تحكي معنا وتقولنا انتبهوا هذا اللاعب على الأغلب بتعاطى مخدرات وبقول لما راجعنا ماردونا قالنا لا لا أبدا هذا الحكم الصحيح مع إنه ماردونا لاحقا اعترف إنه بلش يتعاطى مخدرات في برشلونة لكن بكميات أقل من اللي أخذها بنابولي عشان هيك برشلونة فعليا ما كان يدور يجعل ماردونا أغلى لاعب في التاريخ كان يدور لبيعة كويسة لماردونا بس نابولي قرر يخليه أغلى لاعب في التاريخ وقتها ودخل ودفع كتير وربما كان دافع نابولي بهذا الدفع يحكي لماردونا أنا بوثق فيك فتعال وعيش جو الثقة معنا لنحظة المعركة كان ماردونا اللاعب شبه مسيرته بلتنتهي الخاسر الأكبر الكل مش مقتنع فيه بالملعب بعد سنين من برشلونة وبنفس الوقت الكل صار خايف من سلوكه لحكي لأنه ماردونا لأنه قوة شخصية لأنه موهبته فطرية خارقة ولأنه ما بيقبل يخسر لما رحى نابولي بدأ ماردونا جديد مسيرة مختلفة رغم كل عدم الانضباط اللي كانت على أطراف مسيفته ماردونا كان عم بينجح مع نابولي وبصيل واحد كان مجنون في لحظة التعاقد معه المهندس مالك نابولي كورادو فرراينو اللي لما فكر يتعاقد مع ماردونا فعليا وضع كل نابولي في خطر بصفقة تاريخية لو فشل ماردونا ممكن كان نابولي اختفى وقتها ليومنا هذا هو راهن عليه راهن على مدينة نابولي إنها تخلي ماردونا يحب يسعدها ويفرحها وهذا فعليا اللي صار هذه المعركة ما صنعت بس تاريخ نادي نابولي صنعت شهرة وسمعة مدينة نابولي بل صنعت أيضا شخصية وقوة ماردونا اللي حقق مولديان الستة وثمانين فالكل إلو فضل ع بعض نابولي إلو فضل ع ماردونا زي ما ماردونا إلو فضل ع نابولي نوصل هون لنهاية قصة الجمعة كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستجرام وتيك توك والسلام عليكم ورحمة الله